بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بازن الله جايبا لكم حاجة مختلفة شوية ان شو الله يستفاد بيها الطفل في الاجازة. حاجة مسلية ليه وهيستفاد بيها كويس جدا لانها عبارة عن مجموعة من الانشطة متجمعة في كتاب واحد. هو كتاب اسمه كوايت بوك. آآ الكوايت بوك ده بصراحة عجبني جدا واشتريته من على الفيسبوك اونلاين آآ من آآ صفحة آآ اسمها دودي عمر ودي الفيسبوك اكاونت بتاعها وكمان آآ رقم التليفون والوصف بتاعها هو لو حبيته ان انتم بتجيبوا زي والاطفال بتاعتكم. آآ طيب تعالوا نشوف ونبتدي بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنبدأ نفتح كده. آآ طبعا هو في مجموعة انشطة على حسب مسلا الطفل. يعني مسلا انتم بتختاروا مجموعة الانشطة اللي انتم عايزينها وبتطلبوها منها وبصراحة هي بتعملها جميلة جدا جدا. اول حاجة عندنا هنا هو عندنا الحروف من اول اي تو زد. اول نشاط عندنا الحروف اهية. موجودة عندنا من اول اي تو زد والصفحة اللي بعديها آآ في زي جواب كده بنفتحه جواه مجموعة من السور زي ما انتم شايفين اهو. آآ الصور دي مسلا جيراف مسلا بير مجموعة صور كده كويسة هي بصراح حطوهم. آآ هنطلع المفروض الصور دي وبعدين يبتدي الطفل ان شاء الله يكتب ان هوك الكلمة نفسها. آآ طبعا عن طريق ان هي الحروف دي اصلا بتتشال وبتتركه زي ما احنا شايفين كده اهو. اهو. ونركبها كده عادي. طيب. بعد كده عندنا النشاط اللي بعديه. هو عندنا آآ قصدي يعني اسفل هو اشارة المرور. آآ عندنا اول حاجة اللون الاحمر ده اول آآ آآ وبعدين اليالو آآ آآ رادي وبعدين الجرين جو. استوب يعني قيفه ويرادي يعني آآ استعده جو يعني ازهد. طبعا دي برضو بتتشاله وبتتحط كل حاجة منهم اهي. هي تدي ان هو يركب ويحط وكده ويعرف الحاجات دي ازاي وكل حاجة اشارة منهم آآ بتاع سينا ايه. طيب. آآ النشاط اللي بعديه هو النشاط دوت وآآ في نشاط هو دوت بعبارة عن الرابع والنص والتمن وكده يعني الرابع اللي هو الكوارتر. آآ هنعرف ازاي التفل مسلا ما اخد كتعة من دي. آآ دي اسمها ربع او كوارتر. آآ دي او ايتس. آآ مثلا برضو الحتة ديت برضو هي عبارة عن ايتس نفس الحكاية. والجزء اللي هو ده برضو عبارة عن النص طيب. نيجي نفسلا نشرح اللي هو الهاف والكوارتر والايتس وهي كزا. طيب. نيجي بعد كده النشاط اللي بعديه. النشاط دوت عبارة عن كلها زي ما انتو شايفين من بصراحة مميزة جدا وشكلها حلو جدا وبردو بتتركب وتتحط. هيبتدي التفل ان هو يعدي الاركام دي. بيحطوا كل رقم تحت الايه آآ الشكل بتاع. زي ما انتو شايفين كده بصوا بتتركب وتتشال. طيب الصفحة اللي بعديها انا حبيت ان انا جابها كده عشان خاطر آآ آآ نتعرف الطفل على زي ما اتنا شايفين كده. يعني مسلا عايزة اقول له ايه سري بلاس تو ايكوال كام. آآ فحط هنا ثري واحط هنا تو احنا عارفين ان هو الاشكال دي بتتلزق وبتتشال. وبعمل ايه كمان? بصوا الايد اللي هنا هو دي موجودة هنا برضو ايه دهوت زي ربي تكون بينا قدامكم. آآ الايد دي مسلا هقول له هنا هوات ثري ادي وان تو ثري ثري بلاس كام بلاس تو ادي وان ادي تو. هخليهم يعود يعدهم كلهم. بكده نزلنا كام سبوع وان تو ثري فور فايف. هتقبع حاجة مسلية جدا. وبرده في السبتراكت نفس الحكاية. هتقبع حاجة مسلية ليهم جدا ويه جميلة جدا. هيبتدوا ان هم هيبقى حتى مبسيطين هم بيلعبوا. طيب. وبكده مش هيكونوا هينسوا ان شاء الله الحاجات اللي هم اخدوه. آآ بعد كده عندنا آآ النشاط اللي بعد كده. آآ عندنا هنا هوات آآ بتاعت اليير. احنا طبعا عندنا توالف مانس ان ايير يعني اتناشر شهر في السنة. آآ بتحرفنا في آآ شكل المانس بتقبع ازاي المانس نفسها بتبقى ايه عامل ايه يعني. طبعا احنا عندنا هنا هوات بصوا زي ما انتم شافين دي بيت دور اهي. وعملة كمان بصراحة يا مبدعة جدا ربنا يبارك لها بصوا. كمان الالوان ماشية اللون ده نفس اللون ده فبالتالي دوت آآ اللي هو الايام الشتاء. اللي هو شهر الفيبروري والجانيوري والديسامبر. آآ كل الايام دي. دي اللي هي الايام اللي هي بتبقى فيها ساعة فبالتالي زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه رينينج نازلة. آآ بعد كده عندنا اللون الاخضر ده زي ما انتم شايفين كده هوات. ده لما يكون في الربيع او في السمر. اللي هو في في الاشهر بتاعت مارش وابريل وماي. بعد كده عندنا هنا هوات لما كانت الدنيا صاني شوية. اللي هي في السمر. اللي هو كان بيبقى هو حر او او مش مش. اللي هو في الجون والجلاي والاوجست. عندنا بص اللون الاحمر ده. اللي هو في الخريف. اللي هما للتلات شهور. اللي هو سبتمبر واكتوبر ونوفمبر. بصوا. ويتساقط اوراق الشجر ازاي? بصراحة هي مبدعة جدا جدا. طيب. بعد كده عندنا هنا هوات آآ النشاط اللي بعديه. هنا. بتورينا ايام الاسبوع. تمام? آآ كتبة هنا هوات لو تشوفوا كده هنا. يعني امس كان كزا. يعني اليوم كزا. يعني اللي هو آآ بكرة او آآ غدا. والبي كزا. وهين هوات ايام الاسبوع كلها ساتر دي سان دي من دي تيوز دي. وبرده دي بتتحرك. تمام? طيب. بعد كده عندنا النشاط اللي بعديه. جايبة زي بنت كده وشعرها اهو. يبتدوا ان هما يدفروا شعر البنت وبعدين يحطوه. بصراح حلوة برضو جدا. وبتعلمهم ازاي ان هما عندهم صبر ان شاء الله ويبتدوا ان هما يفكوا الحاجة ويعملوها تاني. طيب. بعد كده عندنا نهوات نشاط الساعة زي ما احنا شايفين كده. اهي بصوا. بتتحرك. طبعا دي هيخضوها في آآ برايمري تو. مسلا هنا طبعا هتبقى يعني الساعة دلوقتي اتناشر وربع. زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد كده هوت عندنا النشاط اللي بعديه. زي ما احنا شايفين كده شوز بيبتدوا ان هما بيفكوا ويركبوا تاني ويقفلوه. زي ما انتم شايفين كده. اهو بالرباط بتاعه. وكمان السستة اهي بتتفاتح ويتتقافل كده. بنعلمهم ازاي ان هما يفتحوا ويقفلوه. طيب النشاط اللي بعد كده ايه? اهو. النشاط هنا بيعلمهم جايبنا اللي هو الاصفر اللي هو اليلو وكمان اللي هو الاخدر. زي ما احنا شايفين جدوا برضو هم هنا بيتشال وبيتحط. فبنركب اللي هما اللي شبه بعض مع بعض في نفس وكمان اللي هو الالوان التانية اللي مع بعضها. هنا بقى سلا جايبين آآ كده. زي ما بنفس الالوان. فالمفروض ان هو زي ما انتم شايفين يا رب يكون واضح عليكم. هيدور على الالوان اللي نفس شكلها بالزبط ويبتدي ان هو يحطها في المكان بتاعه. ده النشاط اللي بعد كده. طيب. بعد كده هنا هوت جايبه آآ كمان الحروف آآ باللغة العربية كلها. وكمان نفس الموضوع بالزبط وجايبه جوابه وفيه مجموعة من الصور برضو. مفروض انه هو هيتعرف التفل عليها ويبتدي بعد كده هو تيكتب الكلمة. زي ما انتم شايفين ضابط اهو. هيكتب نقطة يطلع الصورة. وانت المفروض ان هو يحط الحرف هنا. ده هي تاني حاجة. طيب. بعد كده هنا جايبين اهم المهن الموجودة عندنا. اللي هو الطبيب. زي ما احنا شايفين كده يارب يكون واضحة. وكمان الادوات بتاعتهم. الطبيب. وكمان آآ اللي بيشتغل ميكانيكي مسلا. كل دي بصوا الملابس بتاعتهم. وكمان الادوات اللي هم بيستخدموها معي. طبعا دي كلها حاجات برضو بتتشال وبتتلزق تاني. بصراح الحاجات زي بتحبها الاطفال جدا جدا عندي في الحضانة بيحبوها قوي قوي. طيب. بعد كده عندنا نشاط الاخير عندنا هنا هوت عندنا آآ الالوان. يعني مسلا هنا هوت ده جرين وده يلو. المفروض ان هم هيشيلوا الحاجات اللي هي الراد قصدي. معلش انا اصلا مش جرين ده. القصدي يعني الشجرة اللونها جرين. ودوت الالوان دول راد. وكمان دوت يلو. الراد ده المفروض ان هم هيحطوه في السندوق اللي هو الاحمر. واليالو كمان هيتحطين هات في السندوق اللونه اصفر. وده كان اخر نشاط معنا. اهو. انا جايباه من على الصفحة دية. آآ يارب بيكون بين لكم. وازا عجبكم الفيديو ارجو عمل لايك وسبسكرايب وشير للقناة ليصل اكبر عدد ممكن من نا ان شاء الله. ويستفاد اكبر عدد ممكن مننا. وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تأسيسية عن طريق المنتسوري. آآ بصراحة تستفاد ان شاء الله فيها جدا جدا. وجزيتم الجنة. وكل سنة وانتو طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.